إيه الحكاية يا شوشي؟ حكاية يا كروانة إيه اللي حصل في إيه؟ عن حفظ العادة حتى إيه دي كده على خدي لحد دامت فين الشغل يا شوشي؟ الشغل ده يا كروانة بتاع ربنا أرزاق يعني يا أخويا ما أنا عارفة إنها أرزاق وعارفة إنها بتاعت ربنا بس برضو ربنا بيقولك سعي عبد ونسع معاك إنت بقى ما بتسعيش من اللي قالك الكلام ده يا كروانة؟ لما أخذ يعني بقعد في أي حتة زي المخبرين أو ما لا يا فرح على طول بنطع عشان أصطاده بلاش القوانة دي يا شوشي؟ لو كان كلامك صحيح ما كانش ده بقى حل يا ست الكل، يا ست الكل الظروف اتغير يعني يا شوشي؟ الناس بطالة تتجوز؟ لا الأفرح بقى بتعمل سكيتي قلبها وقومة كانت بكتاب مع دخلة والعروسة اللي عريس وجالي المتعيس وخلصة الليلة، دي واحدة والتاني يا وش السعر؟ ما عندكش بقى خلفية على الأفرح الجديدة اللي بتتعمل سكيتي من غير أي مزيكة؟ لا والله، انت فاكرني هابلي عشان أصدقك؟ فرح إيلي من غير مزيكة؟ أماني الناس هتفرح إزاي؟ بتدفوفه بس دفوفه بس؟ والرق ممنوع عشان فيه شخاليك ما هو مش معقول كل الأفرح كده يا شوش؟ ده غير بقى أنا فيه مطربين طلعين في المقدر جديد ومطربة نخشى ولونة وطرية وعليها الطلب شوية لما أخذ يعني يا ست الكل طلعة لفوق وكل يوم التاني ينزل شيت الكاسة يقصر الدنيا خلاص، يبقى تاهت والقناها، أنزل بشريت جديد دفوفي المونتج الأول أمروح، أمروح يا شوشة، فلقتني جتك الأم جتك القرف، إيه القرف اللي أنا فيه ده؟